تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وبعد صلاة الفجر والعصر الآن الأمر آكد في الفضائل فإنه بعد صلاة الفجر لا يثني رجله ولا يتحرك من مصلاة حتى يتم قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إذا قالها عشر مرات قبل أن يتحرك من مصلاة وقبل أن يثني رجله وقبل أن يحدث أحد ففيها فضائل عظيمة أنها حرز له في يومه وأنها توجب له رفعة الدرجات وأن الله يعصمه بفضله سبحانه من كثير من الشرور والبلاية بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب